في سنة 2010 شهر 12 انشئت صفحة على الفيسبوك اسمها صفحة جمعية المعلمين الوافدين في الكويت وكان منشئها شخص عقب سبوعين أو ثلاثة استلمها اللي رافع الحين ما يسمى بقضية شرق القانون إن شاء الله راح يتكلم فيه الدكتور بدأت الصفحة بشي جميل إن كان المعلمين الوافدين يتناقشون فيما بينهم كانوا يتكلمون كانوا يناقشون قضاياهم حزتها أنا كنت عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية وكانت معي زميلة السادة بدرية الضفيري كنا معاهم بالصفحة عرضنا خدماتنا ولكن هذا الإنسان اللي كان ماسك الصفحة وليسمونه آد من الصفحة أو يسمونه المشرف على الصفحة ما يريد أن يكونوا هو بالصورة فاللي سوى إنه حضرنا ما قمنا نقدر نشارك في الصفحة اللهم بس نشوف اللي قاعد يصير تطور الموضوع إنه قام أنشئ من لا شيء شي سمى كيان سمى جمعية المعلمين الوافدين سوى انتخابات وصار هو رئيسها طبعا هذا مخارك للقانون يعني في عندنا قانون لإنشاء الجمعيات والروابط والأمدية وفي عندنا جمعية معلمين الكويتية أصلا فيها الموافدين ولكن هو سوى هالكيان هذا تطور الموضوع لا قاموا يدشون ناس ويتعرضون للكويت أهل الكويت رموز الكويت التعرض للمقام السامي في هالحالة هذه ما رضينا ما قدرنا أصلا ما صبرنا وللأسف أخذنا على الأخ اللي كان ماسك الموضوع هذا أنه ما تصرف ولا لغها المشاركات ولا محاها ولا سوى ولا شيء من هالأمور هذه تطور الموضوع أنه قاموا يتواصلون مع القنصليات والسفارات تطور الموضوع أنه قاموا يدعون لإضرابات واعتصامات أيضا أرد ويقول أننا لا نعارض الأمور إذا كانت قانونية إذا كانت تحت مظلة نقابة معينة ممكن تطور الموضوع أنه لا الريال قام يطالب بمظاهرة والمظاهرة لها خطسير كان جدا خطر ونحن لا نرضى فيه المخالفات التي قام فيها المدعو أشرف أبو العلا مخالفات منها إنشاء روابط بدون وجه حق أو بدون بشكل غير قانوني التعرض للمقام السامي التعرض لأهل الكويت والألفاظ التي كانت تستخدم في وصف أهل الكويت أنا أستحن أن أقولها الآن ما بين المشاهدين الكرام أن يتأذون من هذه الألفاظ فالأخ المدعو أشرف أبو العلا كان دورة جدا سيئة في هذه الصفحة الألفاظ التي أطلقت الأوصاف التي وصفنا فيها التعرض لكل رموز البلد وهو كان ساكت و لم يكن يفعل شيء هذا الذي يجعلنا نقف في وقفه ضده وبعدها كتبت فيها مقال في 2011 أو أعتقد في 2013 تم انهاء خدماته طبعا ما تم انهاء خدماته لأنه يعني على القضية هذه والنرافع قضية لا تم انهاء خدماته لأنه خالف العقد وأخذ مستحقاته كاملة وحين هو بديرته وتابعته اللي قاية سويها نعم